تستعد مملكة البحرين خلال الشهر الجاري لاستضافة عدد من الفعاليات في ميادين وقطاعات مختلفة تشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية والسياسية والرياضية ويؤكد هذا ما السعي المملكة لتعزيز مكانتها في صدارة صناعة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض على مستوى المنطقة والعالم تشهد مملكة البحرين في شهر نوفمبر الجاري جملة من الفعاليات المميزة في مختلف المجالات بما يسهم في تنمية دور القطاع السياحي بتنويع مصادر الدخل ورفض الاقتصاد الوطني وفقا لأهداف الاستراتيجية السياحية 2022-2026 وتعزيز مكانة المملكة لتكون الوجهة الأكثر جذبا في المنطقة حيث سيستضيف مركز البحرين العالمي للمعارض ثلاثة معارض وهم معرض سيتيسكيب العقاري ومعرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية وفي الجانب الرياضي فمملكة البحرين على موعد لاستضافة الجولة العالمية لكرة السلة ثلاثة في ثلاثة وسباق البحرين للتحمل على أرض حلبة البحرين الدولية كما ستستضيف المملكة القمة الأمنية السنوية حوار المنامة الذي يناقش هذا العام موضوعات مختلفة أبرزها تحديات الملاحة العالمية والمنافسة الإقليمية في هذا الجانب وأمن الطاقة والسياسات الجديدة بشأنها والقدرات الاستراتيجية كما تستعد هيئة البحرين للثقافة والأثار لإطلاق عدد من الفعاليات الثقافية وسيقيم مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث سبع فعاليات مختلفة طوال الشهر كما سيقدم مسر حدانة حفلات موسيقية مختلفة وسيعود معرض مراعي للإنتاج الحيواني في نسخته السادسة بصورة مثالية كما عهدناه كل هذه الفعاليات النابضات بالحياة تجعل المملكة الخيار الأول في جذب السياح من حول العالم وترسخ دور السياحة الداخلية للاستمتاع بالفعاليات المقامة على أرض المملكة وبتاريخها وتراثها الغني ترجمة نانسي قنقر